جلسة مجلس النواب المقبلة مخاوف وضغوطات سياسية كوبوتش اقرار القاعدة الدستورية مسؤوليات النواب والعلى وأفغانستان تمدد لطالبان وانسحاب لأمريكا أهلا بكم جلسة مجلس النواب الاثنين المقبلة لإقرار الميزانية العامة مشرعة على احتمالات عدة وأمام الخيارات المحتملة يخشى أن تتحول الميزانية إلى ورقة السياسة لممارسة المزيد من الضغوطات وتحقيق بعض التنازلات فيما المواطن غارق في أزماته الحياتية المتلاحقة تبقى المراوحة في إقرار الموازنة العامة للعام 2021 من أبرز الملفات العالقة في انتظار جلسة الاثنين لمجلس النواب التي وفي حال لم تتمكن من الوصول إلى مقاربة وتوافق لإقرارها سنكون أمام نكسة جديدة في مصاري إعادة بناء الدولة الليبية أكثر من أربعة أشهر والحكومة عاجزة عن تمرير ميزانيتها على الرغم من أهميتها بتسيير شؤون الدولة وتسيير الميزانية المخصصة لمفوضية الانتخابات للشروع في التحضير لها وإن كانت الأسباب التي تعيق إقرار الميزانية بحسب بعض النواب لها علاقة بالأرقام المدخمة المرصودة لبعض القطاعات والهمود الحاصل في بعض الأرقام يرى متابعون أن السبب الحقيقي للتعطيل سياسي بامتياز في العودة إلى معطيات جلسة الاثنين والاحتمالات الواردة رأى رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب عبد المنعم بالكور في برنامج عكس الطيار عبر الدابليو تي في أنه في حال رفض المجلس الميزانية سيتم اللجوء إلى مشروع قانون اللجنة المالية الذي ينص على ميزانية بحجم 76.5 مليار دينار متوقعاً أن يحظى هذا المشروع الأخير بالموافقة إذن وأمام هذه المعطيات التي حولت الميزانية إلى ورقة ضغط في يد طرف لإخضاع طرف آخر بغية الحصول على المزيد من التنزلات هل ستتجاوز الحكومة مجلس النواب والذهاب مباشرة إلى المجلس الرئاسي والبنك المركزي للحصول على الميزانية اللازمة لتنفيذ برنامجها أم أن المجلس سيكون اللاعب الملك في هذه المعادلة أظهرت جلسة التصويت في البرلمان لاعتماد الميزانية العامة الجديدة حجم الخلاف القائم بين مجلس النواب والحكومة المواقتة ما يحتم البحث عن حلول قانونية أخرى في حال عدم تمريرها الاثنين المقبل على الرغم من وجود حكومة وحدة وطنية مواقتة حظيت باعتراف السلطات في شرق البلاد وغربها إلا أن الأجواء المرافقة لحضور رئيسها عبد الحميد الدبيبة جلسة التصويت في البرلمان لاعتماد الميزانية العامة الجديدة أظهرت حجم الخلاف القائم ما يحتم على رئيس الحكومة البحث عن حلول قانونية أخرى في حال استمرار فشل تمريرها الاثنين المقبل ما يضع المشهد السياسي أمام تعقيدات أخرى في ظل استخدام ورقة الميزانية في المساومة على تعينات المناصب السيادية وللمرة السادسة سيعقد البرلمان جلسته المقبلة في طبرق وعلى رأس جدول أعماله اعتماد ميزانية الدولة للعام 2021 حيث تتمسك الحكومة برقمها المقترح 93 مليار دينار وبعد مرور سبعة أشهر من السنة المالية وقرابة الأربعة أشهر على تسلم السلطة التنفيذية مهامها يسعى عدد من النواب إلى تمرير المشروط الأمر الذي أخر حل مشاكل يعاني منها المواطنون في ظل أزمة ثلاثية تتمثل في مواجهة جائحة الكورونا ونقص السيول النقدية في المصارف وانقطع التيار الكهربائية ويعكس ذلك تصريح وزير النفط والغاز محمد عون وهو عضو في لجنة مراقبة ميزانية مع مجلس النواب الذي أكد فيه أن الحكومة لا تنوي تخفيض الميزانية التي تقدر بـ 96.2 مليار دينار وستتقدم بها كما هي في جلسة الأسبوع المقبل للتصويت عليها لافيتا إلى توقف عمل عدد من القطاعات بشكل كلي بسبب عدم صرف الميزانية في المقابل ووسط أجواء تدعو إلى التفاؤل أعلنت بيبة أن الحكومة ستعمل مع المصرف المركزي لاستكمال عملية توحيد المؤسسات المالية وذلك بعد تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي في ترابلس والبيضة أمس وأكدت بيبة أن مهمات الحكومة ومنذ أول يوم لاعتمادها العمل على لم شمل هذا الوطن وإيجاد اقتصاد قوي أساسه التنمية والإعمار من دون أن تؤرقه الديون المتراكمة للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من سبه البحث في الشأن السياسي إدريس إحميد سيد إدريس أهلا بك قبل أن أسألك عن جلسة مجلس النواب المقبلة أريد بداية أن نغوص في الأسباب التي أعاقت إقرار الميزانية حتى السعب برأيك ما هي هذه الأسباب؟ هل هي تقنية أم سياسية؟ شكرا على استضافة وتحية للمشاهدين والتفاضل كلا هي ما نحن أسباب سياسية وأسباب تقنية يلاحظها الشارع والمتتبع للشام السياسي وموضوع الميزانية إذن هناك مساومات فيما يتعلق بالمناصب السيادية أيضا هناك مساومات في بعض الأمور كالانتحابات وغيرها وهذه أمور واضحة وتؤكد على أن المشهد الذي لازال يعاني من إشكاليات الحكومة تأخرت في تقديم الميزانية وعندما قدمتها متأخرة لمدة أربع جلسات فشلت برلمان قرار هذه الميزانية لعدة أسباب لأن قيمة حزن الميزانية كبيرة جدا في ظل المدة القصيرة التي يتبقى لحكومة الوحدة الوطنية أيضا هناك عدم التبويب الميزانية وخاصة فيما يتعلق في مخصصات التنمية وحقا نعرف أن في ظل هذه الظروف التي تعانيها البلاد نسأل عن أي تنمية وعن أي نجازات وعن أي تعاقدات يمكن أن تتم في هذه الفترة القصيرة في هذه الفترة الانتقالية وهذا ما يكير الشكوك سيد إدريس ماذا تحمل لنا جلسة الاثنين هل ستمرر الميزانية وما هي الاحتمالات الأخرى في حال عدم تمرير الميزانية نعم إذا كان الحكومة تعزمت بشروط مجلس النواب فيما يتعلق بمواصفات وأسس وضع الميزانية الميزانيات كتبويبها وأيضا توضيح دواعي صرف هذه الميزانيات لربما يكون هناك إقرار وأيضا بجانب آخر هناك إقرهات أخرى تحدث عنها مساومات في المناصب السيادية وأيضا المشهد مختلف حقيقة وإضاءة للوقت وأيضا على حساب المواطن الليبي وعلى حساب المعاناة التي يعانيها المواطن الليبي الخدمات المشكلة الكهرباء التي تحتاج إلى فترة طويلة وتحتاج إلى استقرار وتحتاج إلى تعاقدات ووقت تركافي أيضا لا ننسى أن جائح الكورونا أيضا تحتاج إلى مصرفات أيضا لموضوع الانتخابات أيضا ميزانية هيئة الانتخابات لكلها أمور حقيقة تتطلب ارتقاء وابتقاء وبنسبة المسؤولية والأمانة الوطنية من مجلس النواب أيضا من الحكومة فهذا حقيقة أمر لازمنا نعيش في ضل هذه السجالات وهذه الخلافات والإقرهات التي تؤثر على إقرار الميزانية في هذا الوقت وأيضا هذا ما يؤكد أن البلاد ليست جاهزة وتحتاج إلى استقرار ويؤكد نعم وصلت الفكرة البحث في أشأن السياسي إدريس إحميد شكرا لك على كل هذه المعلوات مسار التسوية السياسية في ليبيا يواجه اختبارا جدي في حل الخلاف حول طريقة اختيار الرئيس والانقسام هو بين انتخاب مباشر من الشعب أو اختيار يتم داخل البرلمان أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يانكوبش أن إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات هي مسئولية مشتركة لمجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة كما أشر المبعوث إلى أن مسئولية مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة تتضمن إعداد التشريعات اللازمة والعمل على إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات وأكد كوبش أنه سيعرض الأسبوع المقبل الوضع في ليبيا وملف الانتخابات وما يخص اتفاق وقف إطلاق نار في نيورك مع أعضاء مجلس الأمن عندما يشارك في الاجتماع الوزري التي ستترأسه فرنسا منتصف شهر يوليو الجاري وفشل ملتقى الحوار السياسي خلال جلساته في جينيفا الإسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأعلن منصق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقتها أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق تمهدي للاستحقاق المنتظر وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأحد الماضي عن البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وفتح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات نشرت البعثة الأممية في ليبيا بيانا أوضحت فيه فقرات من تقرير المراجعة المالية الدولية لحسابات فرعي مصر في ليبيا المركزي في طرابلس والبيضة أوضح البيان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فقرات من تقرير المراجعة المالية الدولية لحسابات فرعي مصر في ليبيا المركزي في طرابلس والبيضة خلال الفترة ما بين سبتمبر 2014 ويونيو 2020 مضمون التقرير خلص إلى أن توحيد المصرف لم يعود أمرا موصى به في حسب بل بات مطلوبا ومن النتائج الأخرى التي خلص إليها التقرير أن ليبيا لا تزال تعتمد اعتمادا كليا على مبيعات النفط كمصدر أساسي لإيراداتها موضحا أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغ متوسط الدخل من مبيعات المحروقات 84% من إجمالية الإيرادات العامة بينما بقيت الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك محدودة أما فيما يتعلق بالنفقات فقد أظهرت نتائج التقرير أن عائدات ليبيا من العملات الأجنبية التي تأتي بشكل شبه حصري من مبيعات النفط تستخدم بشكل رئيسي لتسهيل التمويلات التجارية لمؤسسات القطعين العام والخاص وأكدت الباثة انتهاء عملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي مصر في ليبيا المركزي بتسليم التقرير الذي يزود كيلال فرعي بالمعلومات والإرشاد اللازم للشروع في عملية توحيد هذه المؤسسة مرة أخرى دعت روسيا إلى رحيل المرتزقة من ليبيا معتبرة أن حل هذه المشكلة يقع على عاطق الليبيين أنفسهم أكدت موسكو عن قناعتها بضرورة رحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا كشرط لتحقيق السلام في هذا البلد وأشارت إلى أن هذه المشكلة كانت في صميم محادثات المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا في يونيون المعاضي وأفاد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فرشنين بأن عملية إزالة العناصر العسكرية الأجنبية يجب أن تكون متزامنة ويجب أن تطال جميع التشكيلات المسلحة غير ليبيا المتواجدة في البلاد وإلا فإن ميزان القوى القائم والذي بفضله ظلت البلاد في حالة من الاستقرار لمدة عام سوف يضطرب وأشدد على أنه لم يكن من الممكن التوصل إلى إجماع مطلق في هذه المرحلة خصوصا أن الجانب التركي رفض أي تغيير في مواقفه وأكد المسؤول الروسي أن بلاده لا تجي مفاوضات مع أي طرف بخصوص موضوع انسحاب المرتزقة الأجنب من ليبيا إلا أن موسكو مستعدة لتنصيق جهودها لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا مع الولايات المتحدة واللاعبين العالميين الأخرين وكشف في هذا الإطار أن بلاده لم تتلقى حتى الآن ردا من واشنطن على اقتراحه لبدي آلية استشارات شاملة بشأن التسوية الليبية ومن موسكو ينضم إلينا الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب سيد أحمد أهلا بك تقول روسيا أن حل مشكلة المرتزقة يقع على عاطق الليبيين أنفسهم هل الأمر هكذا حقا؟ نعم صحيح سيدتي المجتمع الليبي والحكومة الليبية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب لا يقومون بدورهم في مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية المجتمع لم يخرج ولو مظاهرة واحدة مطالبا الدول التي جلبت المرتزقة والقوات الأجنبية مطالبين بإخراجهم وأيضا الحكومة عبر وزيرة الخارجية تطالب بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية ولكن لم تتخذ إجراءات وقوات أخرى ولديها أذوات كثيرة يمكن أن تستخدمها في هذا الملف يمكن أن تصعد الأمر وتطلب بتحويل الملف المرتزقة والقوات الأجنبية إلى مجلس الأمن لبحث هذا الموضوع وأيضا لمعاقبة الدول التي اختلقت القرارات الدولية بما فيها قرارة 1773 الحال القاضي بحضر التسليح على ليبيا وأيضا بمنع احتلال ولو جزء بسيط من ليبيا وهذا ما يحدث اليوم يمكن أيضا الضغط على هذه الدول بتحويل الملف إلى مجلس الأمن وربما قد تصدر المجلس الأمن يوصي بإصدار العقوبات عليهم وأيضا رئاس الحكومة ترى في بعض المرتزقة شرعيين وبعض الآخر شرعيين وهذا مفروض وهذا مفروض المسألة هذه مسألة حساسة للليبيين طالما تعتبر أن هذه المسألة ليبية داخلية ماذا ينتظر المسؤولون الليبيون لحل مشكلات رحيل المرتزقة أعتقد أنهم عاجزين لأن هناك أزمة ثقة ما بين الطرفين في ليبيا ما بين شرق البلاد وغرب البلاد الجميع حتى في مفاوضات سابقة حدثت في هذا الموضوع ما بين الدول المعنية بموضوع المرتزقة وأيضا بين القيادات في الشرق والغرب الجميع يطالب أخرج أنت من لديك أولا ثم سأخرج أنا وقد دخلت في مفاوضات أمريكا على سبيل المثال طلبت من حفتر إخراج الروس وهي تضمن إخراج الأتراك هو رفض وقال لا يخرج الأتراك قبل وبعدين أن نخرج الروس فأزمة الثقة التي حصلت بين الطرفين في شرق البلاد وغرب البلاد هي المشكلة الأساسية وما هو حلها؟ الحل يكمن في توحيد المؤسسة العسكرية الحل يكمن في تنفيذ اتفاق وقف ثلاث النار بالكامل جميع بموضة اتفاق 23 أكتوبر 2020 الذي وقع في جينيف بين اللجنة الخمسة سيد خمسة هو بداية الحل أو هو خارط طريق لحل المشكلة الليبية بالأساس هذه النقاط المذكورة التي وقع عليها اللجنة الخمسة يمكن بناء دولة حديثة على أساسيا تقضي بمتوحيد المؤسسات المنية وصلت الفكرة الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب شكرا لك على كل هذه المعلومات حدستنا مباشرة من موسكو أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلند أن ريسالة قوية للغاية مررت في برلين بشأن الحاجة إلى أجل الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر ونقلت مصادر عن نورلند رصده وجود شعور ملموس بالسخم المتزايد مع العمل الذي تقوم به المفاوضية الوطنية العليا للانتخابات ما يجعل الخطوة أقرب إلى تشتيت هذا الزخم في ممارسة العملية الانتخابية ملف الانتخابات وإجلاء المرتزقة من ليبيا تصدر اللقاء بينها عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والمبعوث الأممي لدى ليبيا يانكوبيتش نتابعه لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع رئيس باتة الأمم المتحدة إلى ليبيا يانكوبيتش في طرابولوس قدم فيه الكوني إحاطة بشأن مساعي إقرار القاعدة الدستورية التي ستستند إليها المفاوضية العليا للانتخابات لإطلاق البرنامج الانتخابي وقال الكوني أن تنفيذ الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر استحقاق يحتاج إلى وقفة أبعد من مجرد الاتفاق النظري دعين المجتمع الدولي إلى مواجهة التيار الداخلي والخارجي الذي يتجه صوب تأجيل الانتخابات والتمديد لهذه الفترة القائمة وطلب الكوني بضرورة تقديم خريطة طريق واضحة وقابلة للتطبيق لتجنب تأجيل الانتخابات مؤكداً التزام المجلس الرئاسي إجراءها في موعدها من جانبه قال المبعوث الأممي خلال اللقاء إن اتفاق المجموعة الدولية الذي تضمنته مخرجات مؤتمر برلين الثاني الذي عقد في الثالث والعشرين من يونيون الماضي ينص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بما يساهم في استقرار ليبيا والخروج بها من أزمتها وكذلك ضرورة مغادرة القوات الأجنبية كافة والالتزام بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة كخطوة أساسية بتحقيق الاستقرار والالتفات للانتخابات وأوضح كوبيتش أن المجلس سيعقد اجتماعا وزاريا برئاسة فرنسا لتحشيد دعم المجتمع الدولي وأشار إلى مسؤولية مجلس النواب بالتشعر مع المجلس الأعلى للدولة عن أعداد التشريعات اللازمة والعمل على إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات كما تناول الطرفان إشكاليات الجنوب وأخطار الإرهاب والوجود الأجنبي وأهمية توحيد الصف لمواجهة مختلف التهديدات شخصية تونسية غامضة تتحرى عن ثروة العقيد معمر القذاف الدخمة المقدرة بنحو أربعمائة مليار دولار والتي اختفت في ظروف غامضة عقب سقوطه تحقيق فرنسي تناول التفاصيل شخصية تونسية غامضة تستخدم اسم اسكندر تملك شبكة علاقات واسعة هدفها الحصول على كنز مخفي هو ثروة العقيد معمر القذافي والتي تقدر بنحو أربعمائة مليار دولار مجلة جون أفريك الفرنسية تقول إن رجل الأعمال التونسي يبحث عن كنز معمر القذافي وملياراته المزعومة المخفية في جنوب إفريقيا حيث أصبح يقدم نفسه تحت اسم إيريك جويد إلى السلطات التونسية والليبية وبحسب المجلة فإن إيريك جمعته علاقة قوية برموز السلطة والنفوذ في ليبيا خلال حقبة القذافي من ضمنهم صهره علي فركاش الذي رفض إعادة عمول له ووقف وراء سجنه لبضعة أيام وبحكم صداقته القوية مع أحد الضباط الليبيين النافدين تمكن اسكندر من الاعتماد عليه للعودة إلى الواجهة في عام 2008 واستعادة ما يستحقه ولو نسبيا وبعد ثلاث سنوات من سقوط القذافي عاد الضابط إلى الخدمة وأصبح في العام 2014 رئيس لجنة استرداد الأصول التي أنشأتها الحكومة الليبية وكانت هذه الصدفة في صالح التونسي إيريك وكشف التقرير اتصالا من السلطات الليبية عام 2012 مع اسكندر إيريك لإبرام صفقة أسلحة مع جنوب إفريقيا وأشار إلى حصوله خلال هذه المفاوضات على أرباح بقيمة 12.5 مليار دولار قبل أن يبدأ الجزء الأكثر غموضا ووفق تقديرات إيريك جويت فإن هناك 400 مليار دولار أخفها القذافي حول العالم وقالت المجلا إن القذافي لجأ إلى المخابئ لأمواله بعيدا عن البنوك لكن بعد مرور عشر سنوات على مقتله لا يزال من الصعب تحديد البلدان التي تبعثرت فيها مبالغ ضخمة خاصة به ووفقا للأساطير التي نسجت في واقادوغو كان من المقرر نقل 560 مليون دولار من فئة 100 دولار مخزنة في صناديق فلاذية إلى ترابلس لكن العملية فشلت ويقال أيضا إن الأموال المخزنة في صناديق تحمل شعار اللجنة الدولية لحماية حقوق الإنسان نقلت إلى مكان آخر غير هذه البلدان صحيا أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 1712 إصابات جديدة بالفيروس كورونا إضافة إلى 280 حالة شفاء وخمس حالات وفاة إلى ذلك أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقعة إغلاق الأجواء مع تونس قبل منتصف الليلة بدقيقة واحدة ودعت إلى التقايد بثلاثة إجراءات بالخصوص وشملت هذه الإجراءات عدم السماح لأي مسافر لبيب الصعود على متن أي طائرة متجهة إلى تونس نتابع ناشة بعد فاصل قصير وفيها إثيوبيا بحث مجلس الأمن لصد النهضة هدر للوقت أهلا بكم من جديد تعليقا على جلسة مجلس الأمن الاستثنائية بشأن سد النهضة والتي خلوصت إلى دعم الوساطة الإفريقية لحل الأزمة إثيوبيا تعتبر الجلسة إهدارا للوقت معيدة جلسة مجلس الأمن الاستثنائية لتعقدت لمناقشة أزمة سد النهضة أعلنت أدول الخمسة عشر الأعضاء في المجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبح دياجات الدول الثلاثة ولم تصدر الدول العضاء أي قرار يتعلق بمشروع كانت قد تقدمت به تونس يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل السد في خلال فترة ستة أشهر وفي كلمة له أمام الحاضرين قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تواجه خطرا وشوديا بسبب السد الإثيوبي وهدد بأن القاهرة ستضطر لحماية حقها في البقاء في حل أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي بخصوص السد وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بدورها أن قيام إثيوبيا بملء خزان السد أدى إلى تهديد الأمن المائي للسودان ومصر أما وزير ري الإثيوبيا سيليشي بيكيلي فاعتبر أن مجلس الأمن ليس هو الجهل التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي ورأى أن مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الأمن ما هو سوى مضيع للوقت مطالبا بعدم عقد أي جلسة جديدة بشأن السد تعهد رئيس جنوب السودان في خطاب بمناسبة الذكرى العاشرة لاستقلال البلاد بعدم العودة إلى الحرب وطمأن شعبه دعيان الجميع إلى وضع البلاد على طريق التنمية في هذا العقد الجديد الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي يميل إلى الخطورة الشديدة مع اشتعال القتال من جديد وحركة طالبان تطالب برفع العقوبات عنها طالبان تتمدد وتبسط سيطرتها على مناطق جديدة والقوات الأمريكية تنسحب هذا هو المشهد الحالي في أفغانستان وفي تصريحات تعتبر الأكثر تفصيلا على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قال الرئيس جو بايدن إن الشعب الأفغاني له الحق وحده في أن يقرر مستقبله وكيفية إدارة بلاده معلنا أن مهمة جيش بلاده في أفغانستان ستنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل ومن جهتها شددت حركة طالبان على وجوب رفع كل العقوبات المفروضة على الحركة في المستقبل القريب جاء ذلك من ضمن مطالب رفعت في المباحثات التي جرت في موسكو حيث اعتبرت الحركة أنها تعتمد سياسة المفاوضات في حل الأمور الخلافية مع الجميع وبالتالي على الآخرين تقديم التنزلات وذلك يتجلى من خلال رفع العقوبات وفي ختام الاجتماعات التي استغرقت يومين أعلن وزير الخارجية الروسي سيريلا فروف أن بلاده لن تتخذ أي خطوات إزاء الوضع في أفغانستان من لم تخرج الأعمال القتالية جارية هناك عن حدود البلاد حركة طالبان أصدرت بياناً حددت فيه أهدافاً واضحة للفترة المقبلة أبرزها التعهد بمحاربة تنظيم داعش ومكافحة المخدرات كما أعلنت سيطرتها على 85% من أراضي البلاد وأنها تتوقع من الولايات المتحدة الوفاء ببعودها بشأن انسحاب قواتها من أفغانستان وتشهد قندهار أكبر مدن البلاد اشتباكات عنيفة بين طالبان والقوات الحكومية أدت إلى سقوط قتلى وجرحة وقالت مصادر أمنية أن مسلحي الحركة هجموا المنطقة السابعة واستولوا على نقطتين تفتيش فيما أعلنت الشرطة عن وصول تعزيزات أمنية إلى المنطقة لصد الهجوم اتفاق بين الأردن وإسرائيل حول المياه استشتري بموجبه المملكة 50 مليون متر مكعب من المياه توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزود بموجبه المملكة التي ترزح تحت وطأة جفاف هو الأسوأ في تاريخها بـ 50 مليون متر مكعب من المياه من قبل إسرائيل التي تواجهها الأخرى ضغوطاً مائية إلا أنها معروفة عالمياً بأنها رائدة في مجال تحليات مياه البحر وخلال لقاء دم وزير الخارجية الأردنية المنصفضي ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد تم الاتفاق على رفع سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى حوالي 700 مليون دولار سنوياً منها 470 مليون دولار للمدرجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية واتفق الوزيران على اجتماع الفرق الفنية خلال الأيام المقبلة لإنهاء التفاصيل حول اتفاق المياه ولمتابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية سياسياً أكد الوزير الأردني ضرورة بذي الرهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل وشامل الذي تقبله الشعوب والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة لشعب الفلسطيني تفايل للدور الأمريكي للدفع بعملية السلام وأجتارش قلق بخصوص التجاوزات وهدم الممتلكات في الأراضي الفلسطينية بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رمالة مع وفد من الكونغرس الأمريكي عملية السلام ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ويتألف الوفد من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إضافة إلى 11 عضوا يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري وتأتي الزيارة بعد التصعيد العسكري بين فلسطين وإسرائيل في الأشهر الماضية الذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الألاف وأكد عباس الززام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائم على قرارات شرعية دولية من خلال طرق المفاوضات تحت رعاية اللجنة الربعية الدولية كما عبر الرئيس الفلسطيني عن ارتياحه للتعامل مع رئيس جو بايدن والتحضير لفتح السفرة للولايات المتحدة في القدس الشرقية وفي السياق ذاته دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويترش إسرائيل إلى وقف هدم ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المتحدث باسم جويترش أعلن أن ممثلين من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سعوا للوصول إلى مكان الهدم لكن الجيش منعهم من ذلك ولم يسمح بوصول أي مساعدات للمواطنين كما أعرب عن قلقه إزاء هذا الوضع مبينا أن هذه التجاوزات تتعارض مع القانون الدولي ويمكن أن تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة تداعيات اغتيال الرئيس هايتي مستمرة وجديدها ما كشفته السلطات عن الوحدة التي نفذت عمليات الاغتيال ما زال اغتيال رئيس هايتي جوفني المويس رميا بالرصاص يتصدر الأحداث العالمية خصوصا بعدما كشفت السلطات في البلاد أن وحدة الكومندوس المدججة بالسلاح التي نفذت عملية الاغتيال تضم 26 كولومبيا وأمريكيين مع استمرار عملية مطاردة مدبري الهجوم وفي التفاصيل فقد تعقبت السلطات القتل المشتبه بهم إلى منزل قرب موقع الجريمة ودرت معركة بالأسلحة النارية واعتقلت عددا من المشتبه بهم وعرض قائد الشرطة 17 رجلا في مؤتمر صحفي وعددا من جوازات السفر الكولومبية والبنادق والأسلحة البيضاء وأجهزة الاتصال اللاسلكي وفي المواقف أعلن وزير الدفاع الكولومبي أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الكولومبيين المتورطين في الهجوم أفراد متقاعدون من الجيش أضاف أن بلاده ستتعاون في التحقيق أما مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لهيتي التي حثت الأطراف كافة إلى تنحية الخلافات أشارت إلى أن رئيس الوزراء كلود جوزيف سيظل في موقع القيادة للدولة إلى حين إجراء الانتخابات النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل وفيها فتح الحضائق الملكية أمام الزوار أهلا بكم من جديد للمرة الأولى تفتح الحضائق الملكية في بريطانيا أبوبها ليتنقل الزوار بحرية في أرجائها وفي المقابل تغلق أبواب غرف القصر أمامهم للمرة الأولى سيتمكن الزوار من التجول بكل حرية في حضائق مقر إقامة الملكة إليزابيت ابتداء من الأسبوع القادم مستمتعين بنزهات داخل الحضائق الملكية أما في السابق فكانت تنظم جولات مع مرشدين سياحيين في قصر باكنجهام ومحيطه الذي يشغل تسعة وثلاثون فدانا ويعود بنائه إلى العام 1820 وسيسمح للراغبين الدخول واستكشاف الحضائق بعد قطع تذكرة سعرها حوالي 22 دولارا حيث سيتمكنون من التجول داخل الحضائق بدون مرافقة مرشدين وكشف صندوق المجموعة الملكية الذي يدير القصور الملكية أنه لن يكون بالإمكان فتح الغرف الملكية داخل القصر كما اعتادوا فتحها أمام الزوار هذا العام بسبب الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا وأشارت المسؤولة عن الصندوق أنه من الرائع فتح الحضائق بدلا من الغرف الملكية للزوار وتضم الحضائق أكثر من ألف شجرة وثلاثمائة وعشرون نوعا من الأزهار البرية والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع يارا مساء والخير طالب واكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية أبراهيم أبو عجيل عكرة مدير إدارة الميزانية في الوزارة ضرورة السرعة في اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المؤيدة لصرف رواتب العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة كما طلب الوكيل من مدير إدارة الميزانية ضرورة موافاته بتقرير مفصل وعاجل لما تم بالخصوص كشف تقرير المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي وفرعه أن قيمة الدنار الليبي مقابل الدولار الأمريكي انخفضت أكثر من ثلاثمائة في المائة بدءا من ثالث في يناير 2021 متطرقا إلى أسباب هذا الهبوط ويرجع التقرير الدولي سبب ضعف الدنار بهذه النسبة إلى عمليات إغلاق الحقول النفطية بشكل متكرر وتسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدنار بشكل سريع عاد الأمريكيون للاقتراض مجددا بمستويات لم تسجل منذ قرابة عقد من الزمن إذ ارتفعت نسبة الطلب على قروض السيارات والبطاقات الاعتمانية لتصل إلى تسعة وثلاثين في المائة في شهر إيبرل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وقد ساهمت عوامل عدة في هذا الانتعاش منها إعادة فتح الكثير من المحلات التجارية وتسارع وطيرة الحصول على اللقاح ووجود ثقة في المناخ المالي عموما دعت كاليفورنيا سكانها إلى تقليل استخدامهم للمياه بنسبة 15% ووسعت حال الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكان الولاية وقال حاكم الولاية أن كاليفورنيا تعاني من الجفاف منذ عامين وأنه سيوقع أمرا يشجع الجهود الطوعية للحفاظ على المياه في ولاية كاليفورنيا في ظل تفاؤل نابع من انخفاض المخذونات الأمريكية وضبابية بشأن الإمدادات العالمية يغذيها مأزق تعاني منه أوباك بلاس تباينت أسعار النفط وما زالت تمضي صوبة كبت خسارة أسبوعية وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 73 دولار للبرميل هذا كان كل شيء في الاقتصاد ولن ننتقل إلى الرياضة قال أتليتيكو مادريد بطل دور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن مدربه ديغو سيميوني سيستمر مع الفريق بعدما وقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات أقب قيادته للقب الدور للمرات الثانية تحت قيادته وإلى روسيا حيث قال الاتحاد الروسي لكرة القدم إنه أنهى التعاقد مع المدرب سانسلاف تشيرشيسوف بعد أسبوع من تديل المنتخب الوطني مجموعته في بطولة أوروبا نختتم جولتنا من اليابان حيث قالت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المحلية المنظمة لأولمبيات توكيو 2020 الصيفية إنها ستعمل على التوصل لقرار بشأن الحضور الجماهيري في الألعاب البراليمبية في أقرب فرصة ممكنة بعد انتهاء الدورة الصيفية وقال منظم الألعاب الصيفية أمس الخميس إن الدورة ستقام بدون جمهور في العاصمة توكيو وثلاث مقاطعات مجاورة لكن القرار بشأن الحضور الجماهيري في الألعاب البراليمبية بعد ذلك سيتخذ بعد انتهاء الدورة الصيفية دون تحديد تاريخ لذلك ومن المقرر أن تنطلق الدورة الصيفية المؤجلة من العام الماضي بسبب كورونا في الثالث والعشرين من يوليو تموز الجاري وتختتم في الثامن من أغسطس آب المقبل بينما تبدأ الدورة البراليمبية في الرابع والعشرين من أغسطس والآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع ستيسي مساء الخير أجواء صافية واعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على الساحل بينما تبقى مرتفعة على باقي المناطق في منطقة وسط السماء الصافية إلى ظهور بعض الصحب المتفارقة مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق في الشرق السماء الصافية إلى قليلة الصحب مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق إلى الجنوب السماء الصافية والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا والآن جولة على بعض المدن الليبية وتقس حار في العاصمة ترابلس مع 38 درجة البيضاء 28 بنغازي تساجل 33 درجة سرط أيضا 33 مسرطة أيضا 33 درجة تبرق 29 درجة ونالوت تساجل 39 درجة وتقس حار أما في غات فالحرارة تساجل 40 درجة سبها 38 هون وتزرب تساجلان 39 درجة وتقس حار الكفرة أيضا 42 جغبوب 38 درجة وغدام 42 درجة احذروا من البقاء في الشمس لمدة طويلة وفي ساعات الظهر والآن نمح سريعة عن درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والأوروبية ترجمة نانسي قنقر هذا كان كل شيء إلى اللقاء والآن إلى صفحة الكاريكاتور في ختم النشرة نذكركم بموقعنا الإلكتروني الوسط دوت الواي إلى اللقاء اشتركوا في القناة